اشتركوا في القناة فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطف مع يسمين عبدالعزيز ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول اخر تطورات الحالة الصحية ليسمين عبدالعزيز نفى الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنان يسمين عبدالعزيز ما يتم تدوله من شيعة حول الحالة الصحية لشقيقته وقل عبر فيسبوك من وقت سفر يسمين الخارج الى الان لا يوجد تصريحات لها اساس من الصحة يذكر ان الفنان يسمين عبدالعزيز غادرت مطار القاهرة الدولي متوجهة بطائرة اسعاف مجهزة الى جينيف لاستكمال علاجها باحد المستشفات السويسرية من تداعية العملية الجراحي التي اجرتها في يوليو الماضي ويعود سفر يسمين عبدالعزيز الى مدينة جينيف في سويسرا الى رغباتها في الاطمنان الكامل على صحتها وترغب يسمين عبدالعزيز في اجراء الفحوصات الطبية والمتابعة مع طبائها في سويسرا شقيق يسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية كشف الفنان وائل عبدالعزيز عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنان يسمين عبدالعزيز مؤكدا انها بخير وسوف تعود الى بيتها وعملها قريبا ووصفت الانبال التي ترددت عن وفاة شقيقتهم مؤخر بانها شيعات وضيعة وقال وائل عبدالعزيز في منشور عبر حسابه في انستجرام يسمين بخير الحمد لله وترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها يشعى وضيعة ربنا يجعى اليومي قبل يومها ويحرص وائل عبدالعزيز على طمأنة جمهور شقيقته يسمين عبدالعزيز بشأن حالتها الصحية اولا باول بعد تعرضها لازمة صحية طارئة ويحث الجمهور بشكل دائم الدعاء لها مع مشاركة صور مع ذكرياتها يذكر ان الفنان يسمين عبدالعزيز غادرت الى مدينة جينيفا سويسرية لاستكمال علاجها بأحد المستشفات من تداعيات العملية الجراحية التي اجرتها في يوليو الماضي وكانت يسمين عبدالعزيز دخلت المستشفى لإجراء عملية تكيس المبايضة خصوصا انها كانت تعاني من وجود اكاس دهنية على الميبضين لكن تسببت في مشاكل صحية لها مثل زيادة اعداد ضربات النبضة ونقص الاكسجين في الدم فقدت عشرة ايام داخل غرفة العناية المركزة ليتم نقلها بعد ذلك الى غرفة عادية بالمستشفى حتى بدأت تستقر حالتها وغادرت المستشفى شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز يكشف عن مستجدة حالتها الصحية ويعلق على شائعة وفاتها طمأن وال عبدالعزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز يمهور على حالتها الصحية ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع انستجراب وكتب وال عبدالعزيز ياسمين بخير الحمد لله ترقى قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها يشعى وضيع ربنا ايجعى اليومي قبل يومها وانتقد ويل عبدالعزيز شقيق الفنن ياسمين عبدالعزيز تناول الصحافة لأخبار الحياة الخاصة والحالة المرضية التي تمر بها شقيقته من سفرها للعلاج بالخارج وكتب في حسابي بموقع فيسبوك تصرحت الصحافة من وقت سفر ياسمين الخارج إلى الآن ليس لها أساس من الصحة واستطرد قائنا الظاهر من الناس دي تهبلت وبتقول أي كلام وتخلع حوارات وتعيش عليها وتصدقها ويبنع لها أسس ويكل وعيش من وراها إشاعة وضيعة شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات وضعها أكد الفنن والعبدالعزيز شقيق الفنن ياسمين عبدالعزيز أن ما يتم تداوله من شائعات حول الحالة الصحية للنجمة المصنية غير صحيح وقال وقال في منشور على صفحات رسمية في فيسبوك ياسمين بخير الحمد لله ترجع عريب لبيته وشغلها وخبر وفاتها إشاعة وضيعة رب ناجع اليوم أبل يومها وأضف في منشور آخر تصريحات الصحافة من وقت سفر ياسمين الخارج إلى الآن ليس لها أساس من الصحة الظاهر أن الناس دي تهبرت وبتقول أي كلام وتخلع حوارات وتعيش عليها وتصدقها ويبنع لها أسس ويكل وعيش من وراها جدير بالذكر أن الفنن ياسمين عبدالعزيز غادرت مطار القاهرة الدولية متوجهة بطائرة إصعاف مجهزة إلى جينيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفات السويسرية من تداعية العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي ويعود صفر ياسمين إلى جينيف إلى رغبتها في الإطمانان الكامعة صحتها وإجراء الفحوصات الطبية والمتابعة مع طبائها في سويسرا حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية شقيق ياسمين عبدالعزيز هترجع عريب لبيته شغلاء وخبر وفاتها شايع وضيع كشف الفنان والعبدالعزيز عن تطورة الحالة الصحية لشقيقته النجم ياسمين عبدالعزيز مؤكدا أنها بخير وسوف تعود إلى بيتها وعملها قريبا مشيرا إلى أن الأنباء التي ترددت مؤخرا حول وفاتها يا شيعة وضيع ونشر وائل صورة لشقيقته ياسمين عبدالعزيز من أحداث فيلمها الدادة دودي عبر حسابها على إنستجرام صحبها بتعليق ياسمين بخير الحمد لله وترجع أريب لبيته شغلها وخبر وفاته شايع وضيع مضيفا ربنا يجعل يومي قبل يومها ويحرص وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز على طمأنة جمهوري على الحالة الصحية لشقيقته أولا بأولا ونشر وائل مؤخرا صورة من دولاب ذكرياتهما من مرحلة الطفولة على صفحة الشخصية بموقع فيسبوك متمنيا عودتها سريعا إلى حياتها الطبيعية وتعافيها من أزمتها الصحية وما زالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تتلقى علاجها خارج مصر لكن يبدو أن حالتها ربما تكون تحسنت حيث نشر شقيق هواء العبدالعزيز صورة الله وعلق عليها هانت يا روحي هانت عاجل حقيقة أنباء وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد مرضها حقيقة أنباء وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد مرضها أحالت ناقبة لطباء المصرية الطبيب التي تعالج الفنانة ياسمين عبدالعزيز للتحقيق بعد أن كشفت جميع الأسرار الخاصة بمرضها وأيضاً الخاصة بتاريخها المرضية بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة وفي هذا السياق أعلن عضاء مجلس النقابة عن حالة طبيب للجنة التأديب للتحقيق بتهمة إفشاء أسرار مرض الفنن ياسمين عبدالعزيز وتداولت الطبيب المصري جزءاً مما نشره عن حالة ياسمين عبدالعزيز منذ دخولها المستشفى ليصبتها بكيس في المبايض وبعد إجراء تنظيري تعرضت لخطأ طبي خطير وقال البعض منهم إن إحدها تعرضت لخطأ طبي خطير تم إزالة الورم الليفية وتحدث آخرون عن كيس دهني بالمنظار يؤد إلى ثقب في المعدة وهناك من ذكر أن جزء من المعدة وزيل بالخطأ واصبت المريضة بتساوم في الدم ودخلت في غيبوبة كاملة وكان هناك مراسل تحدث أنها كانت تعاني من مشاكل في الرحمة وفي ذلك الوقت أثناء تنظير مشكلة في القلون لذلك دخلت فضلات القلون إلى المعدة والمشكلة التي قدمها الطبيب وصفها بأنها هراء وكان وعي العبدالعزيز شقيق الفنانة المصرية والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن الحديثي سأطرح عليكم سوال وتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هي آخر أخبار الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن الفيديو كالعادة لا تنسوا صلاة على النبي اشتركوا في القناة